سلام سلام حبيباتي سلام لأحلى مشتركين وأحلى مشتركات معكم رحمة كلا عدم قناة Airs Beauty Tips فيديو اليوم هو من أكثر الفيديوهات اللي راكوا تبعتولي عليها خاصة هاد الفترة لبنات اللي هي كيفية العناية باليدين ولا أم ماسك اللي نستعملوا بالنسبة ليدين ليرطب ويبيض في نفس الوقت وأكيد أنا جبت لكم وصفة اللي أنا معتمدتها وراني ندير بها هاد اليامات لبنات هاد الماسك المكاونات طبيعية وأكيد أنه متوفرة في كل بيت يعني ما شي حاجة لي حتكلفكم دونك تسيتام ماسك دو زنة يرطب ويبيض في نفس الوقت أكيد راح نجوزوا المقادير وطريقة الاستعمال دونك هنا بيدون إطالة وش راح نحتاجوا في هاد الماسك دونك أول شي البنات هنا أنا نستعمل عصير الليمون يعني عصير الليمون ناخد ما يعادل ملعقة أكل تعاصير الليمون جو تيتران راح نضيف عليه لبنات المكون الثاني اللي هو خميرة الحلويات ولما يعرف بالبيكين باودر بنسبة البلدان الأخرين اللي رام يتبعوا فينا دونك خميرة الحلويات هنا راح ناخد ما يعادل ملعقة صغيرة شوفوا معايا وكيما نعرفوا على خميرة الحلويات يعني راح تتفاعل أكيد بمجرد أنه نحطها على الليمون راح أدير رغوة دونك ما تخافوش حركوها هكذا ليش جغمو وضيفوا عليها ثالث مكون اللي هو ملعقة تاع نشأ دورا أو ما يعرف بالميزينة دونك نشأ دورا هدي ماشي ملعقة كبيرة ملعقة تاعقها وحليب يعني ملعقة متوسطة رابع مكون اللي هو زيت جوز الهند زيت جوز الهند نعرفوا باللي يغضي ويرطب البشرة وبزاف مفيد دونك مع الصيف هنا راح نتزيبوه شوية دايب ولكن إلا كان عندكم جامد عادي تقدروا تستعملو لأنه راح يتخلط كامل مع المكونات هنا خدت ما يعادل ملعقة ونصف ولا ملعقة كبيرة دونك نخلطوا هاد المكونات لبنات يعني نخلطوهم بناحتي الجنسو ونضيفوا رابع نو مشي رابع رابع مكونات المهم المكونات نزيدوه هو ياوخت ناتور ولا زبادي نوك أنا هنا راح نستعمل بتي سويس المهم يكون ناتور يعني ما فيش سكر ولا ملوين ولا نوكها راح نضيف ملعقة صغيرة ونمزج بيان سوك على المكونات تتعي حتى يتجنسو وكي ما راح كوتشوفو راح تحصلو على خليط نوع ما كريمي يعني يشبه القوام تالي ياوخت أنا هنا زحقو شوية يكون جاري انو راح نطبقو بالبنسو دونك راح نضيف له نصف ملعقة صغيرة تعماء الورد على وغل المكونات نعود لكم البنات نسحقو عصير ليمون نسحقو ناشا الدورا نسحقو ياوخت ناتور ماء الورد وزيت جوز الهند دونك راح تخلقو خاميرات للحلويات يعني عندكم ست مكونات دونك تخلطو بيان وهنا قبل ما تستعملوه البنات التاروري هاد الخاليط يريح خمس دقايق علاش باش المكونات هادوك يتجنسو مليح دونك هاد الخاليط نعود راح نتحركوه بيان وتخلوه يريح خمس دقايق قبل ما تطبقوه على اي منطقة بالنسبة للمناطق اللي تقدروا تستعملو فيها هاد الكريم ليدين الكوعين الركباتين يعني الابط تاني تقدروا تديرو فيه بين الفخضين كما نقولو المنطقة الحساسة مشي لسما غير المنطقة الخارجية فهمتوني البنات دونك هنا يا البنات راح نبليكي معكم أنا دوكانو ممو نخلي خمس دقايق ولكن باش ما يجيش الفيديو طويل راح نبليكي الماسك هادايا بالبنسو وتخليوه بين 15 حتى العشرين دقيقة ايدان فوالا كيمانا كو تشوفو الابليكاسيون طاعو راح تكون فغيمن سهلا ومشي حاجة لتعدبكم ديرو اين كوش فوق لابطاكم لكو حبينا تبياط الاشتوهن شوف شوية زيدوهن من الفوق وينو تخيوكوش مايانا واحدة برك لارجمان سوفيزنت يعني نهضلكم على تجربتي دونك تغلفو يدكم إما بالسيلوفان لبنات ولا مش يمتوفر عندكم سيلوفان استعملوه ساشيت كونجيلاسيون المهم ديروهن ساشي باش تمتم تدفاع المواد هديك وتعطيكم نتيجة بعد ما جالستهنى 15 دقيقة لبنات راح نمسح هذا الماسك تقدروا تمسحوا بلنجات ولا تغسلوا مباشرة انا حبيت نوري لكم ما حبيتش نوسخ المات ديركتة وانحيت الكبير كما نقولو ستقوني البنات الترطيب والله العظيم كي تديروا الترطيب فوري اكيد من المر ما تغسلوا يدكم راح نديرو الكريم يدغطان ولا زيت جوز الهند ولا زيت اللوز تجوغ مليح ولكن حتوي لما درتوش راح نتحصل على نتيجة بزاف شابه بالنسبة للبنات اللي حبو كي ما قولو طبيض يقدروا يستعملوا هاد الماسك يعني البنات اللي مخطوبات اللي داخلين على زواج ان شاء الله نقولوا مثلا العرسك على الشهر ولا تستعمليه مرتين في الأسبوع لمدة شهر يعني ما يعادل 8 مرت في الشهر ورح يعطيكم نتيجة مرضية بإذن الله فقط البنات كي تخرجو بيانسور مشين بيتو من جيها ومن جيها وحد أخرى نخرجو هكذا كي اكسبوزي الشميسة لازم تديرو الكريم سولير يعني اللي يكون الحماية تا الشمس تاها عالية بيانسور لانك فالحبيباتي انا هادا هو الماسك اللي نستعملو ليدية ومام الرجلية حاشاكم سيخطو في فترات تاع يعني كي خلاص صيف كي نخرجو بالبليميل نخرجو بصناد اللي تو اكيد درجنا هتاخد لون تاع اسميرر دونك هدي هي البنات كانت الوصفة تاعي تاليوم ان شاء الله ما كونش بخلت عليكم وشاركتكم بالفيديو اللي طلقتوه تلاولي فرحكم بزا بزاف وانتمنى تخلو لي ديجام ايدي كومنتر وانتلاقوا فيديو الجاي سلام